السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي عنوان درسنا المفرد والجمع في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد دائما أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي فأحضر كتابي ودفتري أقلامي الرصاص مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي حتى أفهم درسي وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا المفرد والجمع لدينا هدف عام هدفنا العام هو أن يعرف الطالب والطالبة المفرد والجمع كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على المفرد والجمع ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة المفرد والجمع في الجمل أما ثالثا أن يستخرج الطالب والطالبة المفرد والجمع من الصور ورابعا أن يحول الطالب والطالبة الكلمات من مفرد إلى جمع والعكس المفرد والجمع ماذا نعني بكلمة مفرد وماذا نعني بكلمة جمع؟ هيا نتعرف على المفرد وعلى الجمع لدي منزل ماذا أسميه؟ ماذا أطلق عليه؟ أطلق عليه منزل هذا منزل ولدي في الجهة الأخرى منزل و منزل آخر و منزل ثالث هل أطلق عليهم منزل؟ هنا لدي منزل واحد فأسميته منزل ولكن هنا لدي ثلاثة ماذا أطلق عليهم؟ أسميهم منازل لدي منازل كلمة منزل تدل على الشيء الواحد أي أنها تدل على المفرد المفرد يستخدم للشيء الواحد منزل منزل واحد يدل على مفرد بينما منازل مجموعة من المنازل تدل على جمع الجمع فالجمع فالجمع يدل على مجموعة من الأشياء ولدي هنا منازل منازل تدل على الجمع إذن هيا ننطقها منزل هيا رددوها منزل أحسنتم تدل على المفرد المفرد ممتاز وكلمة منازل هيا رددوها منازل أحسنتم تدل على الجمع الجمع رائع جدا بعد أن تعرفنا الفرق بين المفرد والجمع دعونا نرى مثالا آخر لدي ورقة أسميها وأطلق عليها ورقة ولدي في الجهة الأخرى ورقة ورقة ثانية وورقة ثالثة لدي في الجهة الأولى ورقة ورقة واحدة أطلقت عليها ورقة ولكن لدي هنا ثلاثة ماذا أسميهم لدي مجموعة من الأوراق أوراق كلمة ورقة تدل على شيء واحد ورقة واحدة أي تدل على المفرد مفرد فالمفرد يدل على الشيء الواحد ولكن أوراق 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 كثيرة مجموعة كثيرة من الأوراق تدل على الجمع فالجمع يدل على أشياء كثيرة أوراق تدل على الجمع وورقة تدل على المفرد هيا رددوها هيا رددوها ورقة هيا رددوها ورقة أحسنتم تدل على مفرد ممتاز أوراق رائع تدل على جمع أحسنتم لدي هنا جملة وجملة ثانية أريد أن أستخرج المفرد الشيء الواحد دعونا نقرأ سلمت على المعلمات والجملة الثانية سلمت على المعلمة لدي في الجملة الأولى كلمة معلمات معلمات كثيرات بينما الجملة الثانية معلمة معلمة واحدة إذن أين المفرد؟ أحسنتم المعلمة هي مفرد لأنها معلمة واحدة معلمة هيا أنطقوها معلمة أحسنتم تدل على مفرد رائع الآن نريد أن نستخرج الجمع سلمت على المعلمات أو سلمت على المعلمة أين الجمع؟ معلمات كثيرات أم معلمة واحدة؟ أحسنتم الجمع هو المعلمات مجموعة كثيرة من المعلمات كلمة معلمات تدل على الجمع هيا أنطقوها معلمات مرة أخرى معلمات ممتاز الآن سؤال آخر أريد أن أستخرج المفرد الجملة الأولى الأطفال يلعبون في الحديقة والجملة الثانية الطفل يلعب في الحديقة أين المفرد؟ المفرد هو الشيء الواحد أين هي الكلمة التي تدل على الطفل الواحد؟ أحسنتم كلمة طفل طفل تدل على المفرد طفل واحد هيا أنطقوها طفل ممتاز وإذا أردنا الجمع أين الجمع إذن؟ أطفال كثيرون أم طفل واحد؟ أحسنتم الأطفال يلعبون في الحديقة كلمة أطفال تدل على الجمع هيا رددوها أطفال أطفال أحسنتم لدي الآن نشاط دعونا نذهب إلى طاولتنا لنرى ماذا يوجد عليها لدي هنا سلة سوف أستخرج ماذا يوجد في السلة وأضعه على حسب المطلوب هنا هنا أضع المفرد وهنا أضع الجمع هيا نرى لدي هنا مظلة كما ترون مظلة أريد أن أضع في جهة المفرد كم مظلة أضع في جهة المفرد؟ أحسنتم أضع مظلة واحدة وإذا أردت أن أضع مظلات في جهة الجمع أسميها مظلات مظلة هي للمفرد المظلة الواحدة ولكن المظلات للجمع كم مظلة أضع؟ هيا نعد أضع مجموعة وضعت واحد اثنان ثلاثة ثلاثة مظلات وأستطيع أن أضع أكثر إذا في الجمع وضعت مجموعة من المظلات أطلق عليها مظلات ولكن في المفرد مظلة مظلة هيا نرى ماذا لدي هنا لدي أقلام أريد أن أضع في المفرد كم قلما أضع في المفرد؟ أحسنتم أضع قلما واحدا أطلق عليه قلم قلم تدل على المفرد وفي الجمع أضع مجموعة من ماذا أطلق عليها؟ قلم أم أقلام؟ أحسنتم أقلام وضعت مجموعة من الأقلام في سلة الجمع لدي أيضا أزهار كم زهر أضع في المفرد؟ أحسنتم أضع زهرة واحدة أطلق عليها زهرة زهرة بينما في الجمع أضع مجموعة من الأزهار أسميها ماذا؟ زهرة أم أزهار؟ أحسنتم في الجمع أطلق عليها أزهار أضعها في سلة الجمع مجموعة من الأزهار هيا نعود إلى شاشتنا ونرى نشاطا آخر النشاط رقم اثنان حدد نوع الكلمات الملونة باللون الأحمر في الجمل التالية في الحديقة أشجار كثيرة كلمة أشجار تدل على الجمع أشجار أكلت تفاحة واحدة كلمة تفاحة تدل على المفرد أكتبوها في مكانها الصحيح في الحديقة كثير من العصافير عصافير كثيرة تدل على الجمع لدى أخي ألعاب كثيرة كلمة ألعاب تدل أيضا على الجمع نكتبوها في مكانها الصحيح قرأت كتابا بالأمس كتابا واحد كلمة كتاب تدل على المفرد أكتبوها بخطكم الجميل والمرتب في مكانها الصحيح أيضا لدي في الأخير توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة أو محفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة الصحيحة كذلك مساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وتعزيز وتشجيع الطالب والطالبة أيضا مساعدة الطالب والطالبة على نقض أثر ما تعلمه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيره بما تحلمه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته